أدوين الدرس اللي أنا هتشرحي النهاردة هو درس أدوات الاستفهام اللي هي أدوات السؤال ومعنى أدوات الاستفهام اللي أنا عايز أستفهم عن حاجة معينة وأدوات الاستفهام ديت علشان أعرفها لازم يكون فيه أداء ولازم يكون فيه علامة استفهام علامة الاستفهام اللي موجودة فوق العنوان ديت أكتر من علامة علشان الشكل يثبت في دماغك والأدوات زي ما انتوا شايفينها كده وهنشرح أداة أداة أول أداة عندي اللي هي من ومن دي بستخدمها للعاقل والعاقل اللي هو الإنسان اللي ربنا اداله عقل بابا يا مامتي أخويا أختي صحبي صحبتي الولد البنت الرجل السيدة المعلم المعلمة أي حاجة عقلة بستخدم لها من من كتبت درس؟ من قرأت درس؟ من أكلت طعام؟ من شاهدت تلفزيون؟ من نظر في المرآة؟ أي سؤال بمن أعرف الندى للعاقل؟ ولو عكس لي جاب لي الإجابة وقال لي حياتي أداة استفهام للإجابة دي يبقى أنا أول ما أشوف فيها حاجة عقلة أو عاقل أستخدم له من؟ دي أول أداة الأداة التانية ما وماذا عكس من تماما ما وماذا بستخدمها لغير العاقل غير العاقل ده أي حاجة غير الإنسان طب إم تستخدم ما وإم تستخدم ماذا؟ ده الفرق بقى ما أنا بستخدمها في الإسم ما لون القلم ما لون الظهرة ما شكل الكتاب ما طبيعة الجو اللي هو أي إسم عندي بستخدم له ما لكن الفعل بقى بستخدم ماذا ماذا كتبت ماذا قرأت ماذا أكلت ماذا رسمت عايزة أعرف منك الفعل اللي أنت قمت بيه أو عملته متى بقى؟ محدده للوقت و للزمن بسأل بيه عن وقت و زمن متى أكلت؟ متى ذهبت إلى المدرسة؟ متى ذهبت إلى المصيف؟ اللي هو أنا بسأل عن وقت أو زمن محدد أين بسأل بيه عن المكان؟ أين تسكن؟ أين تذهب في الصيف؟ أين تذهب في المساء؟ لماذا بقى؟ أنا عايزة أعرف السبب السبب اللي مخلكش تعمل الحاجة دي أو تعملها لماذا؟ اللي هي للسبب غير ماذا؟ قال اللم دي بتفرق اللم هنا للسبب بتاعت لماذا؟ لماذا لم تذهب إلى المدرسة؟ لماذا لم تفعل الواجب؟ لماذا تصهر متأخرا؟ لماذا تصحى مبكرا؟ يبقى أنا بسأل عن سبب كم بقى بسأل بيه عن العدد؟ أنا عايزة أعرف عدد الحاجة ديه كم رغيفا أكلت اليوم؟ أنت أكلت كم رغيفي النهاردة؟ قم قلما في مقلمتك؟ أنت عندك كم قلم في المقلمة بتاعتك؟ كم كتابا ذكرت؟ أنت ذكرت كم كتاب؟ كيفا؟ وهخلي هلل آخر شوية كيفا؟ بسأل بيه عن الحال والطريقة؟ وحشتوني جدا وبقال كتير ما شفتكمش فبقول كيف حالك؟ أو كيف حالك؟ أو كيف حالكم؟ بسأل عن الطريقة كيف تذهب إلى المدرسة؟ كيف تقوم بحفظ الدرس؟ كيف تجلس في البيت؟ يبقى أنا بسأل عن طريقة هل بقى بسأل بيه عن مضمون الجملة؟ يعني إيه مضمون الجملة؟ يعني بيديني جملة وبيسألني عليها بهل؟ والله لو أنا عملت الحاجة دي وموافقة عليها وهي آه أنا هعملها أو أنا بعملها يبقى هقول نعم لو ما عملتهاش هقول لا وسواء جاوبت بنعم أو سواء جاوبت بلا لازم أجاوب جملة كاملة يعني إيه؟ يعني هل شربت اللبن؟ آه أنا أشرب اللبن أو بحب شرب اللبن؟ fourth three wills هقول نعم شربت اللبن طب لو لا لا، لم أشرب اللبن هل نمت جايدا اليوم؟ انت نمت كويس النهاردة؟ والله لو نمت كويس هقول نعم، نمت جايدا اليوم لو ما نمتشнак كويس هقول لا، لم أنم جايدا اليوم هل أكلت كثيرا؟ لو كلت كثير هقول نعم أكلت كثيرا لو ما أكلتش هقول لا لم أأكل كثيرا دي كلها بنسميها أدوات اللي استفهام اللي هي أدوات السؤال واتفقنا إن فيه أدوات اللي هم التسع أدوات اللي موجودين دول وفيه علامة استفهام بحطها في نهاية السؤال ده كان درس بسيط من دروس الأسليب اللي موجودة في المرحلة الابتدائية